السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله عليه وسلم ثبرها إذا دل هذا الحديث أن أعمال البر والخير والإحسان تكفل الذنوب والسيئات والأخطاء التي نجترعها وهذا أمر دلت عليها دلة كثيرة غير الدل الذي ذكرنا من ذلك قوله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة الضرفين نهاري وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ويحسن التنبيح على أمر مهم جدا الإنسان أحيانا يكون عنده ذنب يعتاده دائما يجتهد في تركه ويبدل الأسباب ولكنه يعود إلى نفس هذا الذنب وهذه السيئة يعتادها بين الفينة والأخرى إذا أعجزك ترك هذا الذنب طبعا نحن مطالبون شرعا ببدل الأسباب التي من شأنها نستدفع كل طريق مؤدي إلى هذا الذنب الذي نعتاده ولكن إذا أعيانا تركه فلا أقل من أن نغمره ببحور الحسنات أكثر من أعمال البر والخير والإحسان والصدق لا سيئة أعمال التي يتعدى نفعها إلى الغير فإن هذه الأعمال تكفر الذنب الذي نعتاده ونعود إليه بين الفينة والأخرى ومنها الحديث الذي ذكرنا وكذا ما جاء عند الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل يأتي يوم القيامة وقد أذنب عنده خطايا ومعاصي ولكن كان يسلف الناس داينهم فإذا أرأى المؤسر تجاوز عنه تيسر فتجاوز الله عنه وأدخله الجنة قال الله له نحن أحق بالتجاوز منك فاستيهدوا في أعمال بر والحي